السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم ومساكم بكل خير نعود لكم مرة أخرى مع فنون ضوئية لكن هذه المرة بشكل مختلف تماما اليوم راح نتكلم عن الغرفة المظلمة لكن قبل ما نتكلم عن الغرفة المظلمة لما تدخل أي مول أو تسافر أي دولة أو تروح أي مكان لما تصير أمطار لما تصير أحداث غريبة راح تشاهد غالبية الناس يحملون الكاميرا الفوتوغرافية وراح تجد الغالبية الأخرى تحمل الهواتف المتحركة لتصوير المشهد أو الحدث أصبح لدينا لمشاركة الصور العديد من البرامج من البرامج هذه الانستجرام الفيسبوك تويتر برامج أخرى كثيرة جدا على السوشال ميديا متوفرة وبشكل قوي جدا أصبح لدينا اليوتيوب اللي هو ينافس أي قناة إعلامية أو أي قناة كانت أصبحت مشاركة التصوير الفوتوغرافي أو التصوير الفيديو أصبح بشكل كبير جدا لكن من وين بدأت الفكرة البعض يقول أن هارستو هو أول من ابتكر الغرفة المظلمة والبعض الآخر يقول أن أول من ابتكر الغرفة المظلمة هو اليونارد ودافنشي لكن في الحقيقة أنه سنة ألف وواحد ميلادي في عالم عربي اسم الحسن بن الهيثم البصري أراد أن يكتشف أو أراد أن يثبت معلومة كانت لديه هل الإضاءة تخرج من العين لتعكس الأشياء لتنعكس عليها الأشياء يعني عشان أنا أشوف هل الإضاءة اللي أنا أبصر بها حاليا موجودة في العين فتخرج من العين مباشرة على الأشياء اللي أريد أشوفها أم أن الشمس هي اللي تعكس هي اللي تعكس الضوء اللي ينعكس في العين فأبصر الصورة المسألة لو نشرحها بالكلام راح تكون صعبة جدا اليوم أنا في غرفة هني عندي في البيت راح أشرح المسألة بكل بساطة وأريحية وراح نخاطر مخاطرة بسيطة جدا هذه الغرفة المضرمة وراح نسوي طريقة الحسن بن الهيثم البصري على هذا الباب تابعونا راح نطبق الغرفة المضرمة في هذا البيت راح نغلق جميع النوافذ جميع مداخل الإضاءة في غرفة عادية عندي تماما راح أعمل فتحة هني الفتحة اللي هني راح تريني كيفية آلية الغرفة المضرمة اللي اكتشفها الحسن بن الهيثم المشهد الخارجي راح ينعكس عندي في الداخل على الورق اللي راح حطه هني راح ينعكس فيه المشهد تماما مثل ما هو في الخارج راح أراضيكم والحيين وراح تعرفون كيفية أهم حاجة أن الفتحة تكون بسيطة جدا بسم الله نبدأ طبعا بعد ما اكملنا الحفر في الباب راح أغلق الإضاءات كاملة وبإذن الله تعالى نهني بالورق الأبيض ونحطه هني بعد ما نغلق الإضاءات كاملة اللي راح يصير أن المشهد اللي في الخارج بسبب انعكاس الشمس راح يطلع عندنا على الورق وبعد ذلك بإذن الله تعالى راح نضيف شيء ثاني اللي هي العدسة وراح نربيكم كيفية استخدام هذا الشيء مثل ما انتم شايفين حاليا أنا في الخارج وبالمقلوب في باين في الصورة طبعا لو أزحنا الورق راح نشوف الفتحة الفتحة الموجودة في الباب محمد شل الورقة خوزها خوزت هذا هو مثل ما انتم شايفين هذه هي الفتحة بالضبط محمد رجع الورقة وضحت بعد ما رجعنا الورقة مثل ما انتم شايفين حاليا هذا أنا موجود هذا أنا في الخارج طبعا بشكل كل برع الغرفة بعد اكتشاف الحسن من الهيثم البصري للغرفة المظلمة حولوا الغرفة المظلمة إلى صندوق صغير قد هذا أنا يبكس العسل لكن في فتحة من هنا طبعا وفي فتحة من الخلف اللي راح اسوي أنا أنا راح اسكر الفتحات كلها بالأسود هذا أو إذا كان عندي صندوق جاهز من غير فتحات أعمل فتحة صغيرة هنا تقريبا بقطر قلم الرصاص يعني تكون فتحة بقطر قلم الرصاص أو أكبر بشي بسيط أنا اللي راح اسوي أني راح اسكر هذه المنطقة وأعمل فتحة بسيطة فيها أصغر من هذه وأسكر الفتحة اللي في الخلف هنا لأن صندوق العسل بتيلة فتحتين راح اسكر هذه وهذه وسويت حاجة طبعا عملت الفتحة هذه هنا علشان أقدر أشوف في الداخل من الداخل اللي راح اسوي أنا أني راح أركب الخشب بالطريقة هذه على أساس أني أقدر أركب الورق عشان تنعكس فيه الصورة اللي راح تدخل عندي من المنطقة هذه اللي هي فتحة الضوء راح نجرب ونراويكم إن شاء الله تعالى التصوير كيف راح يكون من داخل أنا طبعا صبغت الكرتون حاولت أني أصبغ الكرتون بالأسود علشان ما يعطيني إنعكاسات ألوان أخرى إن شاء الله تعالى نجهز الدرس أو نجهز التجربة ونراويكم النتيجة النهائية بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ضع نجهز الدرس أو نجهز فهو نجهز الدرس أو نجهز كيف مغرم التجربة المساعدة؟ أحسن الضوء؟ لا ترجمة نانسي قنقر اولا كيف يقف الوقت؟ أحسن الضوء؟ أحسن الضوء؟ أحسن الضوء؟ معدات كاملة. وسويت نفس اللي قلت لكم عليه. هذا اللي انا حطيته هنا. طبعا هذا الكاميرا. هذه الكاميرا ابسكورة مثل ما كانوا يسموها. الفتحة من هنا. راح اتييني طبعا الفتحة الثانية اللي راح تدخل منها الاضاءة من هذا الطرف. وراح اكون انا في المقابل راح بس اضيف. احط الكاميرا على على الفتحة اللي سويناها. علشان اراويكم الانعكاس. الان كل اللي بسوي انا. كل اللي علينا ان يسويه اضبط الفوكس من هنا. طبعا الفوكس شوي لكم عليه لانه ما في فوكس اساسا ما في عدسة في الكاميرا ابسكورة. راح انتقل الى الجهة الثانية. هذا بالنسبة لي للمكان اللي انا متواجد فيه. الصورة عندكم ما راح تكون بالمقلوب لاني انا سويت الانعكاس الصحيح. فالصورة راح تطلع بشكل طبيعي. طبيعي لاني ما عملت نفس اللي كان يعمل فيه. ولكن اه ميلت الورق علشان اه يعطيني الصورة الصحيحة. فهذه بكل بساطة الصورة اللي انتو تشوفوا هناك. في سنة 1826 العالم الفرنسي والفيزيائي جوزيف نبس استطاع ان يخرج اول صورة في التاريخ. سنة 1833 جوزيف نبس مات. لكن قبل ما يموت جوزيف نبس شارك او اشترك في ابحاثه مع عالم اخر اسمه داقير. داقير استمر في مجال التصوير الفوتوغرافي. ويعتبر هو الاب الروحي الثاني او المكتشف الثاني للتصوير الفوتوغرافي بحيث انه استمر وحول التصوير الفوتوغرافي من اكتشاف عادي الى مهنة عالمية استمرت الى يومنا هذا. التاريخ الفوتوغرافي مليء جدا بعلماء كثر انتجوا واسهموا في تطوير هذا الفن الجميل. باذن الله تعالى في الحلقات القادمة راح نتكلم عن كثير من العلماء. راح نتكلم عن فن التقنية وعن تاريخ التقنية وعن تاريخ المصورين الفوتوغرافيين وعن جماليات التصوير الفوتوغرافي. تابعونا على قناة فنون ضوئية. باذن الله تعالى على الانستجرام راح تكون لدينا مسابقات بسيطة جدا. على حساب الانستجرام الكعبي فوتو مثل ما هو ظهر معكم. في نهاية الحلقة لا تنسوا من الاعجاب المشاركة الفيديو الاشتراك في القناة واكون سعيد بكم. الى الحلقة القادمة ونراكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة